استجن لأوكرانيا ومغربي بتهمة خطف ابنهم من حضانة مدينة فيينا أو ما يقال اليوغند أمت أو السوسيال أو مصادرة الأطفال المغربي والأوكرانيا هذول كانوا متزوجين في أوكرانيا ولجأوا إلى فيينا مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية ويعني على ما يبدو أن الهيئة أو المكان الكامب أو المخيم أو المكان الذي نخدم فيه لاحظوا أنه يوجد انتهاك ما بتصرف الآباء بشكل أو بآخر فلاحظوا أنه يوجد لا مسؤولية لديهم فقاموا بأخذ الطفل ويعني أنه حولوا حضانته إلى اليوغند أمت طبعا قام الأب والأم بحيلة ما وحاولوا أنه سرقوا الطفل من خلال يعني الشخص المسؤول عنه واتعرضوا للمحاكمة هنه طبعا هربوا على فرنسا وبفرنسا تم اعتقالهم عن طريق الانتربول الدولي يعني ويعني عملوا لنفسهم مشكلة كبيرة فنحن هون بنحاول ناخد الخبر من ناحيتين الناحية الأولى هل فعلا كان هذا الشيء يعني يستحقوا الأب والأم ما حصل بهم يعني أنه هل فعلا أنه كان في عدم اهتمام على ما يبدو هذا الكلام فيه شيء كبير كتير من الصحة لأنه هم قالوا أنه الطفل كان أحيانا يكون مريض يكون مصاب يكون كذا الأب والأم ما يهتموا فيه يعني إشاء بيّن معه أنه هو فعليا لازم يقوم بأخذ الأب ولكن هل من حق الأم أنه هي تاخده هل من حق الأم أنه تاخده طبيعي أكيد من حق أي أم وأي أب يكون عندهم يعني حميلة على ابنهم وحبهم لإله هذا الشيء طبيعي فأكيد هم برروا لنفسهم طبعا الحكم هم بأحكام آآ شكلية يعني ما بين عدة أشهر إن كان الأب والأم جزء منها غير قابل يعني للتنفيذ